وخلال هذه الاجتماعات كلها خرجنا بعشرة دي الخلاصات غادي نمشي عليها إذا سمحته بسرعة الخلاصة الأولى هي أن السكنة كتعبر بشكل عفو وتلقائي على أنهم ما رضيش بصفة عامة على الوضعية دي المدن المتوسطة حاليا الخلاصة الثانية أنه حاجة الواطنين لإسراء المسؤولين والمنتخبين والإدارة الناس محتاجين للتعبير عن تطلعاتهم لأنهم يقولون أنهم لا يدخلون في الأولوية دي النس يخمون لنا في البلاسة دي النهو ولكن التخمام دي النهو ما ماشي هو ذك شيء يمكن مزيان ولكن ما ماشي هو الأولوية دي المواطنين خلاصة الثالثة هي أن التقى بالمستقبل ماشي فقط مرتبطة بالوضع المادي دي الحالة المادية دي العائلة ولا دي الناس اللي سكنين ولكن هو بشعور الفرد اللي عنده قيمة مضافة داخل المجتمع أشوش كي ساهم داخل المدينته باش يزيبوا واحد القيمة المضافة فهذا شيء جد مهم خلاصة الرابعة هي أهمية الشعور يعني بالارتباط بالمدينة السكينارة عنده واحد الحس دي الانتماء على المدينة ديرها وعنده واحد الفخر بالهوية المحلية وهي هذو اللي عندهم هذ الفخر وهذ يعني الحس دي الانتماء هما أكتر تفاؤلا من السكينة الأخرى رغم الصعوبات الاقتصادية اللي كتعافها بعد المدين كذلك الخلاصة الخامسة متعلقة بحاجة الشباب إلى يعني فضاءات فضاءات فين تلقى فين دي التقافة فين يتكلموا بنياتهم فين يكون مساحة خضراء فين يكون الفن فين يكون تقافة فين يقدروا يطلقوا بنتهم خلاصة السادسة هي أن إحداث البنيات يعني تحتية جديدة ماشي هي اللي في صلب دي الاهتمامات المواطنين فعلا كين إشكالات محلية محددة هل يخسر وضل حار هل تزويد بالماء الصعوب أو الإنرة يعني العمومية ولكن مشي فقط هذه البنيات التحتية هم الأولويات الكبارة دي المواطنين خلاصة السابعة هي أن الأهم بنسبة السكنة هو كيفشكي تسيو يعني هذه البنية التحتية بطريقة سليمة سليمة خاصة في قطاع التعليم وفي الصحة لما هذه برميلة بخيوريتي إن شاء الله الخلاصة الثامنة مرتبطة برغبة سكان في تعزيز الديمقراطية التشركة المحلية الناس ما بغوش يجيو يحطوا حد المرفق في المدينة في فلاسة هيرمان راسو بغو الاستشارة بغو يعافوا علش غدي تحتى ذاك المرفق اشنو هي الأولويات علش نحت هذا ومنحت شهده كذلك الخلاصة التاسعية هي أن المدن المغربية غنية بالمؤهلات التي لم تستثمر إلى اليوم بشكل جيد خاصة في السياحة والصناعة التقليدية واقتصاد المحلي والتضامني وحتى فيما يتعلق بالطرط والهوية المشتركة وأخيرا الخلاصة العاشرة هي أن أولويات ساكنة المدن المتوسطة لا تتمشى دائما مع أولويات خطط التنمية الترابية فمثلا ما يناهي السبعين في المئة من الاعتمادات المصودة للجهات كتتركز على مجالات اللي يمكن تكون بعيدة على أولويات الساكنة دي المدن خاصة منها المتوسطة واللي شنو هي الأولويات رهية تشغيل الصحة والتعليم هذه هي خلاصة دي العشرة دي القفلات دي المئة ومئة مدنة